يفضل الاحتراف واحد من الحلول السحرية يعني بالتأكيد المستوى اللي وصلت ليه كتير من الدول الأفريقية وبالمناسبة فيه دول طول عليها من منتخبات القمة في أفريقيا ما عندهاش نشاط كروي أو مسابقات محلية قوية على مستوى الأندية يعني ما عندهاش أندية قوية قوي حتى ممكن يكون لهم يعني غياب كامل في البطولات الأفريقية ما عنديتهم أسان ما بتوصلش أو ما بتشاركش لكن على مستوى المنتخبات القصة غير إيه العامل يعني الفرق الكبير ده هو الاحتراف فكرة أنه اللي بعب من عندهم بتطلع في سن صغير جدا بتاخد مستوى تاني ليفل تاني كرة الأوروبية في حتة تانية خالص حتى فيما يتعلق لو قررناها بأمريكا الجنوبية يعني لما تكلم على منتخبات زي الأرجنتين لما تكلم على منتخبات زي برازيل أو حتى كولومبيا وتشيلي وإلى آخره لا فيه فوارئ كبيرة جدا أنت ظل الأرجنتين والبرازيل طبعا من منتخبات القمة لأنه لعابتهم محترفة في أوروبا لكن في النهاية على مستوى الأندية لما تيجي تقارن بين أندية أوروبا وأندية أمريكا الجنوبية لا شتاني الفوارئ كبيرة جدا فالاحتراف بتهيألي يعني والتجربة أثبتت ده يعني عندنا نماذج قدرت أنها تنجح وتوصل لمستويات كبيرة جدا فبالتالي بس هو فكرة الفرصة فكرة أنه يبقى منهج عمل فكرة أنك أنت تحط قواعد أو أسس تشتغل عليها كل الأندية في مصر وتسيبوا الولاد تطلع وهي في سن صغيرة زي ما الأهل يعمل مع أولاده مثلا بيطلع يديوا فرصة احتكاك في مثلا في تشيك وغيرها من الدول اللي ممكن تسق للمواهب دي بعد كده بقى تقدر الولاد تكمل والنادي يستفيد والولد يستفيد والمنتخبات تستفيد كان بها ما كانش يبقى يرجع لمصر هو خد فترة إعداد أو يعني سقل المواهبته محترمة جدا فبالتالي يرجع يكون فيه فايدة لنادي بتاعه